معالي الوزير أشرنا حتى ننتهي من هذه النقطة أريد أن أخذ رأيك فيها أشرنا إلى هجوم خليفة حفتر على غسان سلامة واتهامه بأنه منحاز لحكومة فايز السراج في أي إطار تضع هذا التصريح هل هو يعبر عن حقيقة موقف حفتر أم يريد تلميع الدور الذي يقوم به غسان سلامة في هذه المرحلة وكأن الرجل يعني محايد هو أثبت غسان سلامة وأثبت معظم مبعوتي الأمم المتحدة أثبتوا أنهم ليسوا محايدين وأثبتوا أنهم دخلوا في المشاريع التي أصبحت تساند القوى المضادة لثورة فبراير غسان سلامة يوازي بين المجرم الذي هاجم طرابلس وبين القوى الثورية التي تدافع على عاصمة بلادها في حطته لمجلس الأمن قال هذا الكلام ويعرف هو منذ سنوات أن الدول العربية بوظبي ومصر ومصر ولا سواء الله غيرهم يمدون حفتر بالاستلاحة وبالعتاد وبالمال ولم يتخلم اليوم إلا على طبرق إلا على تركيا وعلى قطر كأنما هم الذين يوازون هذه المعركة بالواقع أن غسان سلامة لم يمثل في يوم من الأيام الطرف المحايد في القضية الليبية هو الآن بهجوم عليه لأله يريد أن يلمعه لأنه عرف أنه ورقة وبدأت تحترق في الشرع الليبي يعني بيكون السيد غسان سلامة فرحان الآن أنتم تهاجمونه وتتهمونه بالانحياز وحفتر يتهمه بالانحياز يعني أنه محايد الرجل إلا إذا كان حفتر يقصد بتصريحاته أن يظهر ذلك هو بالتأكيد غسان سلامة من داعمين حفتر ومن الذين يقولون أنه لا يمكن وجود حل لليبي بدون حفتر انتهى دور سلامة؟ هذا كلام هذا قاله صراحة ونحن نقول له ليبيا لن تنحل فيها الأزمة إلا إذا انتهى حفتر وانتهى أيضا غسان سلامة معه هم الاثنين أننا نعتبرهم الآن من القوى المعيقة للتطور السياسي في ليبيا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر